السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اول ما تشوف الصورة دي وحد يقول لك مين دول هتقول له معروفين ان هدو الحمر. العجب ان اوه مش نود اصلا ولا حمر ولا حق خالص لكن دي غلطة كوروستوف هار كولومبوس سنة 1492 كان ابحر من اسبانيا. وقال لك بدل منزل تحت افريقيا وطلع تاني عشان روح الهند ثم ان اختصر الطريق ومش عكسي. كانت رحلة يعني الناس كتير خافية منها. وماس كتير قال لك انت تبصل لحفة العالم وتغرق مكسس كتيرة. وهو فعلا كان ممكن يوصل الهند لولا ان في قارتين موجودين اسمهم امريكا. هو مكتش فهمش انهم موجودين. يعني كان موجودين وكان فيهم ناس والناس دي لها لغة ولها حضارة. وليهم العلوم بتاعتهم واللي عندهم هكترة جدا. لذلك هو اصبح شخصيا محتقرة في التاريخ لان هو يعني بسببه بدأ الغرب يفرض سيطرت عليهم. وهو كتب رسائل كتب فيها بالنص كده. هؤلاء السكان يجب ان يكونوا خداما جايدين انه اتباع المخلصين للكنيسة. ما يعني ما اخدوش بالهم ان دول اصلا موجودين دول اهالي المنطقة. يعني المنطقة دي ما كانتش صحرة. وانت جيت عمرتها. لا ده هيكت موجودة وانت موجودتوا الناس اللي موجودة هناك. وغيرتوا التركيبة السكانية والهوية الثقافية لامريكا الجنوبية. لان دي ناس كانوا سكنين من خمستاشر الف سنة. هاجوا من سيبيريا لاراضي الامريكية واكتشفوا المكان وعاشوا فيه. يعني ليهم حضارة موجودة هناك. لكن هو قاعدة الرجول الابيض لا هي الحضارة تحتها الحضارة الوحيدة اللي تستحق الاهتمام والاحتفاء بيها. والباقي يتدمر. كان عندهم لغات كتير جدا ما يقرب من 150 لغة. لكن طبعا تم يعني محاربتهم كلهم. وطبعا اسبانيا وفرنسا وبريطانيا كلهم بدأوا يعملوا مزال هناك. وامريكا الجنوبية بقى البرتغال واسبانيا هيحتلوها. ويسخروا الناس بان هما يستنزفوا كل الثروات اللي عندهم. وجيش الامريكا عمل مزابح ضخمة جدا وقت المدنيين عزل ونساء واطفال وعمل اعتقالات وسن قوانين لكده. ده تاريخ الدول الاستعمارية فلذلك هي بتوقف مع الدول الاستعمارية اللي زيها الا لو انت قدرت تغير العقلية بتاعتهم. الصورة دي طبعا كلنا عارفينها. آآ شاب الفلسطيني دوت رأس نفس رأسة النهود الحمر. بفقرنا بالتاريخ متشابه. والنهود الحمر رغم شجعاتهم محتاجين قوة ومحتاجين نحن نعملهم صبورت ودعم عشان نقف جنبيهم ضد الظلم. دي بش فكرة من الاقوى او من الجنس الراقي او كل الكلام السازج اللي هم اجي رددهم لأ هي الفكرة كلها مين صاحب الارض. مين اللي متواجد في الارض. مين اهل الارض. فبش فكرة ان هو بيتدعي الدموقراطية وبيتدعي الحرية وكل الكلام ده كده هنثبته ان شاء الله خطوة خطوة كل الكلام الدعاية اللي هم يلوها دي كده في كده. محتاجين نقف جنبي اخواننا في فلسطين. الحمد لله العالم دلوقتي كله واقف معنا وبيدعمنا لانه شاف الكوة وشاف الهمجية اللي بتعاملوا بيها. الاخوة في فلسطين بيحارب جنود. انما ده بيدمر مستشفيات وبيدمر مدارس. وبيهتم بقاتل الاصفال. وطلح زيفهم. يعني نكمل. انا مش مش يوتيوبر ولا ولا مؤثر على الفيس بوك بس ابسط حاجة اعمل شير. يعني لو انا ما قدرش اعمل فيديو وما قدرش ان انا اتكلم لا ممكن اعود اعمل شير ولايك للاخبار الكويسة. الدعم ده مهم جدا لانه ده بيتغلب على الخاسبيات بتاعة الفيس بوك. لما كل ما تلاقي حد يوقف مع القضية يوقف معي. ولما تلاقي حد ضد القضية يعني اعمل بقى اعمل اي حاجة بحيث ان انت ايه ما تتعكرش دمك بالحاجات ديها. دي مش ارض فاضية دي ارض لها شعب موجود لازم يحترم. يبقى فيه تبابل يبقى فيه تعاون ما يبقاش فيه اعتداء ما يبقاش توقف مع معلق نقوي. امريكا عملت كده وبريطانيا وفرنسا كل الدول ديت. دلوقتي الشعب بدأ يفوق وبدأ يكتشف ان هو اخطأ. ففرصة كويسة جدا ان احنا ننشر القراءة والافكار بتاعتنا باللغات كلها بالشبيل العربية بس بالانجليزي وبالفرنساوي والالماني وكل حاجة بحيث ان انت صوت غزة وصل الصوت اعمل شير اعمل لايك اعمل اي حاجة بحيث ان انت اللي تقدر عليه.